موسيقى في مثل هذا اليوم الموافق للواحد والعشرين من رمضان لعام خمسة وتسعين هجرية توفي الحجاج بن يوسف الثقافي أحد رجالات الدولة الأموية وواحد من مشاهير التاريخ الإسلامي يعد الحجاج بن يوسف من الأشخاص المؤثرين في التاريخ الإسلامي حيث ولد في الطائف سنة واحد وأربعين هجرية ونشأ بين أسرة كريمة من بيوت ثقيف وكان أبوه رجلا تقيا على جانب من العلم والفضل وقضى معظم حياته في الطائف يعلم أبناءها القرآن الكريم من دون أن يتخذ ذلك حرفة أو يأخذ عليه أجرى وكان لنشأة الحجاج في الطائف أثر بالغ في فصاحته حيث كان على اتصال بقبيلة هذيل أفصح العربي فشب خطيبة حتى قال عنه أبو عمر بن العلا ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج وتشهد خطبه بمقدرة فائقة في البلاغة والبيان لفت الحجاج بن يوسف الثقافي أنظار الخليفة عبد الملك بن مروان ورأى فيه شدة وحزما وقدرة وكفاءة وكان في حاجة إليه حتى ينهي الصراع الدائر بينه وبين مروان بن الحكم بالخلافة بقيادة الحجاج وبهذا أسند إليه ولاية الحجاز مكافأة له على نجاحه في مهمته وكان له موقف حازم للمتكاسلين عن الخروج لقتال الخوارج الأزارقة وخطب خطبته المشهورة ومما جاء فيها يا أهل الكوفة إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها وكان للحجاج بن يوسف الثقافي دور بارز في استئناف الفتوحات الإسلامية التي توقفت بسبب الفتن والثورات التي غلت يد الدولة ونجح في فتح عديد النواحي والممالك والمدن الحصينة الواقعة على حدود الصين المتاخمة لإقليم ما وراء النهر وانتشر الإسلام في هذه المناطق وأصبح كثير من مدنها مراكز هامة للحضارة الإسلامية مثل بخارا وسمرقند ومن أجل الأعمال التي تنسب إلى الحجاج اهتمامه بنقط حروف المصحف وإعجامه بوضع علامات الإعراب على كلماته وذلك بعد أن انتشر التصحيف فقام نصر بن عاصم بهذه المهمة العظيمة اشتركوا في القناة